المترجم للقناة وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من أدري وكيدا ذرية من حملناها عنوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يتفسدن في الأرض مرتين ولتعدن له والكبيرا فإذا جاء وعدوا أباهما بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديدا فجأتوا خلال الضيار وكان وعدا مسعولا ثم ارددنا لكم الكرة عليهم وأرددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسودوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علىه تدبيرا عسى أربكم أن يرحمكم وإن أردتم ودعا واجعلنا جهد وإن أمر الكثير حصيرا إني ألا هذا القرآن الهبير التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملوا بالصالحات أنهم لهم أجر كبيرا وأنهم الذين لا يؤمنون بالفاقرة أعد بنا لهم عذابا فريما ويبعو الإنسان للشرع دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل وإنها وآية لي فنحونا آية اللهم وجعلنا آية اللهم نهار مبسرا لتبدأوا قطلا من ربكم والفاعل وعدد الصين والحساب وكل شيئا فصلناه جرصينا وكل من الإنسان ألزلناه طائره ضيوب وأخرج اليوم الضيابة كتابه ينقر من شوعا إقرأت كتابك كذاب نفسك اليوم عليك حسيبا من الهجدة فإن لا يهجده من نفسه وما نضع فإن لا يضرق عليها ولا تهر وازرته وزر أخرى وما كنا نعذر ومدى من دارة رسولا